في بداية فيلمنا بنشوف واحدة عندها 38 سنة لابسة لبس بأسي كيميكي كده ودخلها بيه الجامعة وطبعا مظهرها ده بيلفت انتباه كل اللي حواليها وكل اللي في الجامعة بيقعد بصص لها سواء الشباب او بنات بيشجعوا اللي عبا الحلوة وبعدين بتقعد تستنى حبيبها اللي عنده 19 سنة انه يخلص محاضراته وبعدين بنشوف بالسيزر حبيبها ووريح لها بعد ما شافها من بعيد واول ما بيقرب عليها بالصدم اللي هي لابسها واول ما بيبقى متنح وقف مكانه مش عارف يعمل ايه ولما بيروح يتكلم معها أليس بتقوله انها جاية تعزمه على عرض مهم تبع شغلها بل سيزر لما بيسمع ده بيتمصمر في مكانه عشان ما بيكونش متوقع منها حركة زي دي بس في نفس الوقت بيبقى متحمس جدا وبيوافع العزومة وبعدين بيسلم عليها وهي ماشية والضحكة على وشها بتبقى من الودن دي للودن دي وفي المشهد اللي بعد كده بنرجع للبداية خالص وبنعرف في اول مشهد في قصتنا ان أليس بتشتغل محررة في مجلة تبع الموضة وبتبقى طالعة في سفارية تبع شغلها وبتروح تزور دار اتباعة عشان تشرف على المنتج النهائي وجودة الشغل واتبع تطور وان كل حاجة ماشية تمام وفي الطيارة وهي راجعة من الصفر واحد بيقعد يعجز فيها ويضايقها ولما بتتخني من امه بتشد الشاب اللي معدي من جنبها وبيكون لسه طالع على الطيارة وبتخليه يقعد هو جنبها عشان يبني المتحرشة ده ما يدقهاش وبنعرف ان الشاب ده يبقى الطالب الجامعي بالسيزر اللي شفناه في اول المشهد فاكره وبيبقى بيدرس هندسة معمرية ودي اول مرة يسافر فيها في الدرجة الاولى في الطيارة وعشان كده بيكون متحمس على الاخر هو بيقعد يلعب في الكرسي ويحركوا وقالس بتبقى مركزة في شغلها على اللابتوب وبعدما الطيارة بتوصل يادوب بيتكلموا ع بعض وبيقولوا البعض على اسميهم وقبل ما يقوم بالسيزر بياخد باله ان فيه فلاشة واعة من على الكرسي مكان مالس كانت قاعدة فبياخد الفلاش عشان رجعها لها بس هي بتكون مشيت وحتى لما بينزل جاري من الطيارة وبيروح عشان يدهالها مش بيلحقها عشان بتكون فيه عربية مستنياها وقالس بتركبها وبتمشي على طول ولما أليس بترجع لشغلها في المكتب بتسمع عن نيليز بتحاول تاخد مكانها ولما بدروح للمدير بتاعها عشان تتكلم معها في الموضوع ده بيقولها أن نيليز واحدة عيشة حياتها ومنفتحة أكتر منها وده اللي بخليها تتآهل للمنصب ده ده غير إنها عادت بعلاقات كتيرة جدا ففاهمة تنوع الأزواء على عكس أليس اللي بقى لها 8 سنين مطلقة وما وقفة حياتها على الشغل ونسيت الزات يتعامل مع الناس وتفهم في أزواءهم والتغيير اللي حصل وعشان كده أليس مش أنسى بحد يحرر محتوى المجلة عشان هي مش عارفة الجمهور دلوقتي عايز إيه ولا بيفكر إزاي ولا إيه اللي بيهتم بيه وبعد ما أليس بتسمع ده بتتداي على آخر بس بتتقدر أكتر لما بتلاقي الفلاشة بتاعتها اللي عليها شغلها كله مش موجودة وبعدين بتلاقي المساعدة بتاعتها سايبالها ملاحظة بتقول لها فيها أن بلسيزر اتصل وقال إن معا الفلاشة بتاعتها فأليس بتتصل بيه في وقتها عشان تاخدها منه وفي الناحية التانية بلسيزر بيبقى في نادي ليلي مع صحابه وأول ما بيسمع صوت أليس بيتوتر فجأة من غير سبب وبعد ما بيقول لها على مكانه أليس بتروح له على طول وبالسيزر لما بيعرف إنها وصلت بيطلع يشاور لها من بعيد عشان تقابله وبعدين أليس بتسأله على الفلاشة وبتعرف إنها مش معاه فبتطلب منه إنهم يروحوا يجيبوها في أقرب وقت وبالسيزر بيفهمة إنه سيبها في البيت لإنه أكيد مش منطقي إنه ينزل بيها وهو ما عندوش فكرة إنها هتقابله النهاردة وعشان يروحوا على بيته بسرعة بيضطروا إنهم يركبوا سكوتر الوردي بتاع بلسيزر ولما بيجي يلبسها الخزة بتاعته زمال أليس بيطلع قريبين منهم جدا وكانوا هم كمان صهرانين في نفس النادي الليلي ده فهم وقفين بعيد بيفتكروا إن أليس على علاقة بالشاب ده وبيصورهم وهو بيساعدها تلبس الخوزة قبل ما تحركوا وفي الماشد اللي بعد كده أليس وبالسيزر بيوصلوا على البيت عنده وبيلاقوا الفلاشة وبعد ما أليس بتاخد الفلاشة وتمشي بالسيزر بينزل وراه وبيبقى متوتر وهو بيتكلم معها لدرجة إنه بيتلاجلك كده في الكلام فبيحاول يطب منها إنهم يبقوا يخرجوا السوا ويشربوا قهوة مع بعض طبعاً لو مش هداق حضرتك ولما أليس بتفهم هو عايز يوصل لإيه بتقوله مش هينفع يحصل لإنت بتفكر فيه ده عارف ليه يا حبيبي عاشي إحنا بوعاد قاوي يا حمادة يا لطيف أنت وإنت سنك صغير قاوي وأنا واحدة مطلقة وعندي بنت وبكده بترفضه وتاني يوم أليس بتروح المكتب بتلاقي كل زميلها في المكتب بيبصلها بصات غريبة وبين قاوي إن في حاجة غلط بتحصل لحد ما بتعرف في الآخر من المساعدة بتاعتها إن الصور اللي زميلها صوروها لها اتناشرت والكل شافها بس المفاجأة إن مدير أليس بيعجبه الموضوع وبيفكر بعملية أكتر وفاكرة إن أليس بتحب طالب لسا بيدرس وأصغر منها بعشرين سنة وإن ده يساعدها في شغلها إنها تقرب من تفكير الشباب الصغير وتقدر تخلي المجلة توصل لأكبر عدد من الناس الراجل ده طلع كلب فلوس وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف صاحبها وهم بيشجوها إنها تستمر في اللي بتعمله ده عشان تحافظ على شغلها وما حدش ياخد مكانها وقالس بتقعد تفكر كده وتمخمخ تقول والله بيت تشكلهم عندهم حق وفي الآخر بتقتنع بكلامهم وبتقرر إنها تعمل أي حاجة عشان تحافظ على شغلها فعلا اللي هو أهم حاجة في حياتها بعد ما انفصلت وعشان كده بنشوفها في المشهد اللي شفناه في بداية الفيديو ويا لبس اللبس ده ورايحة الجمع عشان تقرب من بلسيزر وتعزمه نحضر معها الحفلة بالليل وبتستغله عشان حياتها تفضل مستقرة ومشى بالطريقة اللي عايزاها وتعودت عليها وبالليل لما بيتقابلوا بلسيزر بعد ما بيشوفها بالفستان القسود ده ما بيبقاش قادر ينطق فبيفضل واقف متنح قدامها وبياخد وقت عبل ما يستوعب إن المفروض يتكلم ويقولها كلام حلو وبعد ما بيدخلوا المكان أليس كمان بيتمثل إنها حابة تقرب منه وبتعدل له هدومه ومن بره الوضع يبني إنهم اتنين في علاقة عاديين والمشاعر بينهم واقعية جدا بس طبعا أليس بتكون قصدا توصل لكل اللي حواليها وخصوصا بلسيزر وهم بره مع بعض بلسيزر بيقضي وقت لطيف وبيستمتع بس أليس بتحس بإحراج من تصرفاته إنه إيه اللي أنا بعمله في نفسي ده وبعد شوية بتقابل منظم الحفلة وبتقوله إن الجو هايل يا برو وتنظيمك ولا أحلى بس لما بلسيزر بييجي هو جايب لهم حاجة يشربوها بيقول لهم إنه ليه رأي تاني وإنه مش شاف إنه فيه داعي إن المنظمين يعملوا في كل المظاهر الفخمة دي وإن فيه طرق تانية أحسن من دي بكتير للتنظيم وفي اللحظة دي أليس بتقعد تضحك عشان تخف من التوتر وضغطي على الإحراج وبعد الحفلة بلسيزر بيتمشى معاها وماسك لها الشمسية عشان الدنيا بتبقى بتمطر وفي نفس الوقت بيكون محافظ على المسافة بينهم عشان ما تفهموش غلط وحتى لما تليفونها بيرن وبترد عليه بلسيزر بيبقى واقف متحنط بالشمسية وفي الوقت ده أليس بتمثل إن بنتها تنقلت على المستشفى عشان تخلع منه وبلسيزر أول ما بيسمع ده بيجري وقفلها عربية بسرعة عشان تروح لبنتها وبيضطر إنه يخلي الراجل للراكب العربية ينزل ويركب عربية غيرها عشان هي تلحق بنتها وبعد ما بتمشي بلسيزر بيدي الشمسية دي للراجل وبعد كده بنشوف أليس وهي وغدة معاها بلسيزر في عرض الأزياء اللي تبع شغلها وبتكون مهتمة قوي بالعرض ده عشان رئيسة المجلة بتكون معاهم وفي وقت العرض واحدة من عرضات الأزياء بتوعب الغلط فبلسيزر بيطلع يساعدها تقوم وبيتخضي لما بيلاقي نفسه على المسرح والكل باصس عليه بالذات رئيسة المجلة اللي طول عمرها كانت بتحضر عروض أزياء زي دي وبتحسها مملة جدا بس المرة دي بتحس إن العرض ده مميز من بعد اللي حصل خصوصاً اللي بلسيزر بيلفت نظرها وفي الوقت ده أليس بتقصد إنها تلفت انتباه الناس لحبيبها بالقصد وخصوصاً المدير ورئيسة المجلة فبتاخد بلسيزر للحفلة الاستيبالية تبع المجلة وهناك بتلاقي ليز عملة تسأل بلسيزر في أسئلة فأليس بتاخد بلسيزر بسرعة وبتشده عشان تبعده عنها وبترقص معاه والرأسة دي بتعمل شرارة بين الطرفين وفي المشهد ده اللي بعد كده بلسيزر بياخد أليس وبيوصلها على بيتها بالسكوتر بتاعه ولما بيحاول إنه يطلع معها البيت أليس بتفهم هو بيفكر في إيه فبترفض تكلع الله حمادة تكلع الله بس قبل ما تمشي بلسيزر بيقول لها إنه بيحبها وإنه عايزها في حياته وفي الوقت ده أليس بتبقى مترددة عشان هي مش حاسة بأي مشاعر ناحيته ده أنت من دور عيالي يا ابني بس في نفس الوقت مش عايزة تخسره عشان تحافظ على شغلها فبتقوله إن هي كمان بتحبه وبتنايمه في العسل ومن بعدها والإثنين بيقربوا من بعض أكتر وعلاقتهم بتبان واقعية أكتر من أي وقت ركز بتبان لكن هي مش قريبين واللي بيعجب أليس إنه دايما كده بيعرف يبهيرها بطريقة المميزة خصوصا إن واحدة زيها في الأربعينات هي أربعينات تجد عنوان لفاوخر التلاتينات ما تحيروناش بقى بتعودة على الطرق التقليدية في العلاقات فبتحب أسلوب بلسيزر وفي يوم بلسيزر بيعلق لها رسالة على جزع شجرة وبيقول لها تمشي ورا السهم اللي بيوصل الكرسي اللي قدامها وبعد نقطة على الكرسي بيقول لها تاخد جهاز تسجيل الأغاني اللي لازق تحت الشجرة وبعد شوية بيجي لها بالسكوتر وبيلف بيها في البلد من غير هدف أنا مافهمتش الموضوع أنا مافهمتش تعايز تعمل إيه يعني أنت كده رومانسي ومع أن الطريقة ما فيهاش أي نوع من أنواع الفخامة في المواعدة يعني بس ألس بتكون زيت من الطور التانية الفخمة وزيت منها وزيت مننا كمان وعشان كده بيعجبها البراءة والبساطة في العلاقة دي وبالطريقة دي ألس بتغير تحافظ على شغلها زي ما كانت بتتمنى وبعد ما بتكون وصلت اللي هي عايزاه بتبقى مش عارفة إذا كان المفروض تكمل في العلاقة دي ولا لأ وفي يوم ده بل سيزر بيبقى مجاهز لها موعد وفي القعدة دي بيبقى قاعد يحكي لها عن تفكيره لمستقبل وهيعمله إيه بس ألس بتصدمه وبتقوله إنه مش هيكون ليوم مستقبل مع بعض أصلا يصح على يصح على لغفلونا لأنها لما هي هتكبر إنه مش هيكون مبسوط معها وقتها ده غير إنها عندها بنتة عندها 8 سنين ودم خليها يا دوب بتقضي وقت معاها في الأجذب بس وبتقوله كمان بص يا ستا أنا هجبالك على الدغري أنا مش عايزك تضيع حياتك وشبابك علي ولما بل سيزر بيسمع ده بيتفاجئ بس برضو ما بيكونش عارف إزاي ممكن يقناها ويخليها تغير رأيها وفي الآخر بينفصله وبال سيزر بيرجع بيته هو متدمر ومكتئب وبيشغل كتاب حياتي يا عين يلا يا جماعة نكمل يلا نكمل وبيقعد اليوم كله في البيت وما بيجيلوش نفسي ينزل بس في الوقت ده مدير ألس بيقلب كل الموازين وبيقول لها إن الشغل مش ماشي زي مكان وحتى رئيسة المجلة لما تبص على الشغل ما بتبقاش راضي عن اللي هي شافاه لحد ما بتقول إن الشاب اللي شافته في عرض الأزياد ده عاجبها هو داخل دماغها بس هي ومدير ألس ما بيكونوش عارفينه إنهم انفصلوا ولما ألس بتحاول تفاهم مديرها إن اللي طلبه ده صعب بيهددها بشغلها وبيقول لها توظفوا عندهم في المجلة وفي المجهد اللي بعد كده بنشوف ألس ويا رايحة لبلسيزر بيته ولما بيشوفها بيفتكرها جاية صالحه وترجع له بس بعدين لما بيعرف إنها جاي عشان شغلها بيتعصب وبيتسيبها ويمشي وتاني يوم ألس بتعطي اتصل بيه هو مش بيرد عليها واللحظة بتفتكروا مش هيجي وبتبقى مش عارفة هتجيبي الموضوع ده لمديرها ازاي بس في اللحظة دي المساعدة بتاعتها بتيجي وبتقول لها إن بلسيزر جاه من بدري وبدأوا في التجهيزات ولما صحاب ألس هم كمان بيجوا بيلاقوا كلهم بلسيزر وهو في الكارفان وبيجهز فصاحب ألس بيقول له إنها كانت بتستغله عشان بس تترقى وبعد ما بلسيزر بيعرف بالحقيقة مش بيبين أي حاجة في وقت جلسة التصوير بس بيكون من جوه متعصب وبيزعل المصورة بسبب أسلوبها معاه فبيمشي من المكان وبيعفل مياه وماشي وألس بتروح وراها عشان تصالحه وفي الوقت ده بلسيزر بيواجهها وبيتهمها إنها نانية قدام كل وبيقول لها تغشتيني واستغلتيني عشان شغلك وفي اللحظة دي ألس ما بتبقاش لأي حاجة تقولها عشان عارفة إنها غلطانة ولما المدير بتاعها كمان بيعرف بإلي حصل بيطردها وبعد فترة بتلاقي جسمة بلسيزر كانت ضيعة منه عندها في البيت ولما بتشوفها بتفضل بصة فيها فترة وهي سرحانة وسكتة عن حب الجزم يتحدثون لحد ما بنتها بتغطيها وبتنادي عليها وفي اللحظة دي بتستوعب إنها بتحب بلسيزر بجد وعشان كده بتكرر إنها تركن كل حاجة على جنب وتجري ورا حب حياتها فبتروح له الجامعة مرة ثانية وبتعترف له بحبها قدام صحابه والعنى يا زميلي ولما بلسيزر بيسألها هم يعملوا في المستقبل أليس بتقوله إنها مش هاممة أي حاجة غير إنها تبقى معاه ونتعلم من القصة دي إن السن ده مجرد رقم وإن اللي بيحب بجد مش هيفرق معاه أي شخص اللي بيحب وخلاص بص يستحب حب وخالي الناس دي حب الحب والله ملينا غيره والله ملي يلا يا جماع خلاص كده الفيلم خلص ولو أنت وصلت معاه لحد ديها دي قولي أنت وصلت معاه لحد كان بالزبط وكل سنة أنت طايبة صاحب كل سنة أنت طايب وبعد إذنك كده اكتب لي في الكلام ده هنا تحت كده أيوة تحت كده كل سنة طايب كل سنة طايب كحكي العيد سلام سلام